للمزيد من المتبع والتحليل ينضم إلينا الدكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد بجماعة لندن للعلوم الاقتصادية دكتور محسن بعد التحية أزمة الطاقة مازالت مستمرة في أوروبا والعالم كله منذ بدء الأزمة الأوكرانية بالرغم من أن أوروبا بالفعل استطاعت تدبير جزء تبير من احتياجاتها من الغاز الطبيعي ورغم أن جاسبروم استأنف صدراته من الغاز الطبيعي إلى أوروبا برأيك كيف ترى السيناريو المقبل في مسألة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي تحية لك وتحية لكل إخواتي وأخواتي من الشعب المصري المشكلة لن تنحل مشكلة الغاز والمشكلة بتاع ارتفاعات الأسعار وارتفاعات الطاقة إلا بحل سلمي مع روسيا عامة دلوقتي الروس بدأوا يزودوا جزء من الغاز لأن فيه دائما العالم يعرف أوروبا فيه بعد برأة بعض المفاوضات السياتية التي هي من تحت الترابيزة لحل المشكلة بتاع أوكرانيا وبالذات بين روسيا بعد العسكريين الروس وبعد العسكريين الأمريكان على مهم الغاز المهاردة فيه نقص خطير في الغاز اللي أجني أمريكا لقدت كميات كبيرة كميات كبيرة تم توفرها من الشرق الأوسط وبالذات تأميم كتر ومن الإنبادات اللي عملتها من خلال الخط الأنبيب الغاز اللي راح لأوروبا ألمانيا في مشكلة خطيرة لأنها أكبر دولة صناعية موجودة في أوروبا الألمان خططوا الغاز وخصوصا الشركات الكبيرة الصناعية خططت حوالي الغاز بنسبة 10% عندها إنما ده مش كفاية نتيجة التخفيض دوت هو قلل ساعات العمل وبالذات الأمالة اللي موجودة بدأ يخففه من الأمالة الحكومة الألمانية لقيت نفسها في خطر هنا خطير لأن عندها تضخم اقتصادي عالي وصل ما وصلش من حوالي 40-50 سنة مع تضخم الاقتصادي بدأ يبقى فيه ركود اقتصادي يظهر بشكل كبير في السوق الأوروبي والسوق الألماني بالذات ونتيجة أن الأسعار الطاقة هي من أهم الكمبونت في حساب دكتور محسن في المقابل هل تستطيع روسيا تحمل خسارة السوق الأوروبية وهل تستطيع السوق الأسيوية استيعاب صدرات النفط الروسية دي الكميات طبعا السوق الأسيوي الأسيوي ليستستطيع السوق الأسيوي بالطبع فيه خسارة بالنسبة للسوق الروسي أنه هو ما بيمقولش الأوروبا وأوروبا مقتنى معدي في نفس الاتجاه برضو أوروبا عندها مشكلة لأنه هو السلطان بيستخدمه غاز بكميات كبيرة لأن البرد بيبقى قاسي قوي في أوروبا والكفاية فبدأت النهاردة تحسب بعض المفاوضات ونتيجة لهذا أن المشكلة الكبيرة كمان أنه النهاردة ضرب ستريم 1 وستريم 2 هو قلل الوضع ولسه حد النهاردة الإصلاحات لم تكتمل ولم يقوموا بها الروس لتصليح هذا لأن الروس يطلبوا من ألمان وأوروبا لأن الروس يتتهمهم أنهم هم الذين فجروا الخطوط مع عدم مضوح رؤية في الأفق في مسألة حل الأزمة الروسية الأوكرانية هل يستطيع الاتحاد الأوروبي التعويل على الدول المصادر المفوق بها كالولايات المتحدة مثلا أو الجزائر ومصر وقطر أو النرويج في توفير الغاز الطبيعي لن يستطيعوا بتوفير المشكلة دي مشكلة وقتية عندهم فبيستعملوا ده في الوضع دي دول صناعية بتعتمد اعتماداً كبيراً على الغاز اللي هو اللي جاي الروسيا مصدر مهم أساسي تمام لإكتفاء الغاز عندهم الجزائر ومصر والشرق الأوسط غير كافي بالكامل لزيادة الحجم أو اللي هو تغطية الحجم الصناعي اللي موجود فيها كمان فيه ارتفاع خطير في الأسعار الحصد يعني انت بتبصي ان الغاز بتاعت الغاز اللي هي كانت في شهر أكتوبر اللي فات دي اللي هو أكتوبر سنة واحد وعشرين كان بحضور حوالي ميت يورو المهاردة الغاز تمام السبوت غاز اللي هو ميت يورو باي ميجا واتس آور اللي هو طالع بالميتر البارا دي دلوقتي الميجا واتس باي آور طلعت النهاردة لـ 240 يورو فأسعار جنونية أسعار بتأثر تأثيرات خطيرة على الصناعة على الاقتصاد تمام وهتزود البطالة اللي موجودة داخل الدول الأوروبية بدأت تعمل ايه؟ بدأت تحط ايديها في الاحتياط بتاعها النهاردة بتحاول تأثر على الأسعار أو تحجم الأسعار وألمانيا بدأتها قريدي لأن ألمانيا عندها مشكلة اقتصادية كبيرة سببتها المشكلة السياسية ابتعتها اللي فيها أشكرك جزيد الشكر دكتور محسن السلاموني أستاذ الاقتصاد بدامعة لندن للعلوم الاقتصادية كنت معنا عبر الهاتف من لندن